موسيقى ليس سؤال ولكن يعيّرني في شكلي يعني سؤال يقول أنتم تستعملون الأنترنت واليوتوب في الدعوة كما تقولون إلى الله أتركوا هذا المجال لأهل الاختصاص وليس لأمثالكم أيها الإرهابيين يعني هكذا كيقولي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني هذا السؤال وهذا التوجيه إن شاء الله لهذا الأخ حفظه الله وجزاه الله خيرا هو كيقدم لي إن شاء الله وحد النصيحة النصيحة إن شاء الله تبارك وتعالى التي يقدمها ينبغي أن تكون نصيحة تنفعني وتنفع إن شاء الله من أوجه إليهم الخطاب فهل يرى أخي أن استعمالي أنا الأنترنت واليوتوب يضرني ويضر من الذين أنصحهم طبعا لا لو أنك استفتيت هؤلاء الذين أخاطبهم وأجيب على أسئلتهم وأعظهم وأرشدهم حسب معرفة المواطنة واضعة لرأيتهم أنهم يريدون ذلك ويسألون المزيد 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 لأنهم متعطشون في عالم صار الإسلام فيه غريبا عقيدة وأخلاقا وعبادة هذه اللولة ثانيا حتى بعيد عن قضية الدين قضية حرية يا أخي كما أنكم أنتم إن شاء الله تستثمرون هذه الوسائل في الدعوة إلى الإلحاد وإلى تشكيك الناس في الدين فلماذا تريدون أن تحجروا هذا الحق على أناس مثلكم تعامل بالمثل هل جاءكم أحد مثلا ثم قال لكم ينبغي أن لا تستعملوا الأنترنت في الدعوة إلى الفساد الذي تفعلونا نحن لا نقول لكم ذلك نقول لكم استثمروا هذه الوسائل التي أتاحها الله سبحانه وتعالى ولكن نقول لله وخوفا عليكم ابتعدوا عن استثماره في إفساد الناس فلو أنكم قدمتم مادة تنتفع به الأمة في الدنيا والآخرة لكنتم ممن يضيف إضافة نوعية للأمة يضيف قيمة للأمة يضيف معلومات للأمة يدفع الأمة إن شاء الله لتجاوز هذه الحالة المتردية التي تعيشها فكرا وثقافة وعلما في كل المجالات إذن إذا قلت لك إن شاء الله أقول لك في هذا الاتجاه أما إن كنت تستعملوا للفسد فإنني لا أستطيع أن أمنعك هذا ليس بمقدوري فهو أيضا ليس بمقدورك أن تمنعني بالثالثة هذا فضاء متاح للجميع والكل يعرض سلعته والاختيار لهؤلاء الذين توجه إليهم هذه السلعة والناس يعرفون بفطرتهم السلعة الجيدة فيقبلون عليها والسلعة الباطلة فيرفضونها فلماذا أنت يضيق صدرك من وجود هؤلاء الذين يزاحمونكم فأسأل الله تعالى أن يهديك وأن يكرمك على هذه النصيحة وأن يجعلك إن شاء الله تعالى ممن يكرمهم الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يتوب على الجميع يا رب العالمين